أبود الله ولا تشركوا به شيئا ومن والدين حسانا ومن ذي القربى واليتام والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجام وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين بخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا الكابين عذما مهينا والذين ينفقون أموالهم لأواء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله اليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكاد الله بهم علما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة إن يضاعفها ويؤدي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين يكبروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابل صبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء أو على صغر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيما فامسحوا بمجوهكم وأيديكم إن الله كان هو نغفورا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون القلمة عن مضادعه ويقولون استمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين ورعنا ليا بألسلاتهم وطعناهم في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا له أقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نسلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به واغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك من الله فقد افترى اسما عظيما ألم تر إلى الذين زكون أنفسهم بل الله زك من يشاء ولا يظلمون فتنا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاقوت والطاقوت يقولون للذين أكبروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لع لهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا ليطون الناس نقيرا أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعت وكفى بجهنم سعيرا إن الذين أكبروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلاهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أسواج لهم فيها أسواج مطهرة وندخلهم ظلا صليلا إن الله أمركم أن أطلت الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعنا يعزكم به إن الله كان صريعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تناسعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر ذلك خير وأحسن داويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنصد إليك وما أنصد من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم عزهم وقل لهم في أنفسهم قولا مليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليقاع بإذن الله ولو أنهم يصلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته يصلموا تسليما ولو أنما كتبنا عليهم ونقتلوا أنفسهم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعزون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لا تيناهم من لدنا أجرا عظيما ولخبيناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأوليك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فاغفروا ثباتنا واغفروا جميعا وإن منكم لما ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معا شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك ألم تكن بينكم وبينه رودتني وإن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين نشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يظلم فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدات الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الصالم أهلها واجعل لنا من لدوك وليا واجعل لنا من لدوك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين أكبر يقاتلون في سبيل الطابوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيد لهم كفوا أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما أخرتنا إلى ذن قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وإن تصبهم حسرة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم صية يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسرة فمن الله وما أصابك من صية فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظا ويقولون طاعا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم خير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استمتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرق المؤمنين عسى الله أن يكفى بأسا الذي نكبر والله أشد بأسا وأشد تنكلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو أدوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يتمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله فاركسهم لما كسبوا أتريدون أو تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرونك ما أكفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن طولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجتبوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قابهم بينكم ومينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم السبيلا ستجدونا فرين يريدون أن يأمنوكم يأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفترة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم وألقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث تقبلوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سرطانا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقبوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لبي صليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغدب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرا لذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كانت وتعملون خبيرا لا يستوى القاعدون من المؤمنين وغيره للدر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عزيما درجات منه مغفرة ورحما وكان الله غفورا رحيما إن الذين تغفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستدعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاكروا فيها فأولاك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستدعفين من الرجال والنساء والولدات لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولاك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهادر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيده مهاجرا إلى الله رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليست عليكم فناحون أو تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أعبدوا الله ولا تشركونه شيئا ومن والدين حسانا ومن ذي القربى واليتام والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجام وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين بخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا الكافرين عذابا مهينا والذين ينشقون أموالهم لئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا من يوم الآخرة ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وما نعليهم لو آمنوا بالله اليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكاد الله بهم علما إن الله لا يظلم مثقال ذرا وإن تكو حسنة يضاعفها يؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد يومئذ يود الذين يكبروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابل صبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء أو على صغر أو جاء أحد منكم من الغائت أو لامستموا النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيما فامسحوا بمجوهكم وأيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عُّوًا وَنُغَفُورًا أَلَمْ فَوِلَى الَّذِي نَوْتُوا نَصِبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضُّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون استمعنا وعصينا واسمع غير مسمعهم ورعنا ليا بألسلتهم وطعناهم في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأنظرنا لكان خيرا له أقوى ولكن لا علهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آدموا بما نسلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلع لهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به واغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك من الله فقد افترى اسما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله زك من يشاء ولا يظلمون فتينا انظر كي يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاقوت والطاقوت يقولون للذين أكبروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لع لهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا ليطون الناس نقيرا أم يحصدون الناس على ما آتهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عد وكفى بجهنم سعيرا إن الذين أكبروا بآياتنا سوف نصليه النارا كلما نضجت جنودهم بدلاهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا عبروا الصالحات سندخلهم جنودا تجريم وتحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أسواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله أمركم أن أتركوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أنتحكموا بالعدل إن الله نعنا يعزكم به إن الله كان صريعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تناسعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر ذلك خير وأحسن داويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنصد إليك وما أنصد من قبلك يريدون من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يتفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيك المنافقين يصدون عنك صدودا فكيب إذا أصابتهم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا مليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يصلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته يسلموا تسليما ولو أن ما كتبنا عليهم ونقتلوا أنفسهم ونخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعزون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لا تيناهم من لدنا أجرا عظيما ولفديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فاغفروا ثباتنا باغفروا جميعا وإن منكم لما ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معا شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك ألم تكن بينكم وبينه مودتني ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين أشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلم فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدات الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الصالم أهلها واجعل لنا من لدوك وليا واجعل لنا من لدوك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين أكبر يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن قيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيد لهم كفو أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما أخرتنا إلى ذن قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وإن تصبهم حسرة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء قوم لا يكادون فقهون حديثا ما أصابك من حسرة فمن الله وما أصابك من سيّة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيزا ويقولون طاعا فإذا برزوا من عندك اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا به ولو ردوه للرسول وإله أولي الأمر منهم لعلمه الذين استمتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرق المؤمنين عسى الله أن يكفى بأسا الذي نكبر والله أشد أسا وأشد تنكلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيّة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء محيطا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يتمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم مما كسبوا أتريدون أو تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما أكفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن طولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجتبوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين سلون إلى قابهم بينكم ومينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون أخرين يريدون أن يأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفترة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث تقبتهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أبود الله ولا تشركونه شيئا ومن والدين حسانا ومن ذي القربى واليتام والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجام وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين بخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا التابين عذابا مهينا والذين ينجقون أموالهم لآاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرة ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله اليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكاد الله بهم علما إن الله لا يظلم مثقال ذرا وإن تك حسنة يضاعفها يؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد يومئذ يود الذين يكبروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنطموا سكارا وأنطم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابل صبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء أو على صغر أو جاء أحد منكم من الغائت أو لامستموا النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيما فمسحوا بمجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا نغفورا ألم توا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون القلمة عن مواضعه ويقولون استمعنا وعصينا واسمع غير مسمعهم وراعنا ليا بألسلتهم وطعناهم في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا له أقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نسلنا صدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به واغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك من الله فقد افترى اسما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله زك من يشاء ولا يظلمون فتينا انظر كي يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاقوت والطاقوت يقولون للذين أكبروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لع لهم الله ومن يلع لهم فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا ليطون الناس نطيرا أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم السعيرا إن الذين أكبروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أسواج لهم فيها أسواج مطهرة وندخله وظلا وظليلا إن الله أمركم أن أتركوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أتحكموا بالعدل إن الله نعنا يعزكم به إن الله كان سريعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم فإن تناسعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن داويل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنصد إليك وما أنصد من قبلك يريدون من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحلفون بالله إن ربنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله لا في قلوبهم فأعرض عنهم عزهم وقل لهم في أنفسهم قولا مليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليقاع بإذن الله ولو أنهم يصلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته يسلموا تسليما ولو أن ما كتبنا عليهم ونقتلوا أنفسكم ونخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعزون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لا تيناهم من لدنا أجرا عظيما ولفديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فاغفروا ثباتنا واغفروا جميعا وإن منكم لما ليضطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معا شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك ألم تكن بينكم وبينهما ودتوا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين أشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدات الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الصالم أهلها واجعل لنا من لدوك وليا واجعل لنا من لدوك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين أكبر يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيد لهم كفو أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون أن ناتك خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما أصرتنا إلى ذن قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القول لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم خير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن ولو الخوف يداعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استمتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان وإلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تقلق إلا نفسك وحرق المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذي نكبر والله أشد أسا وأشد تنكلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سية يكون له كفر منها وكان الله على كل شيء نقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يتمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله فاركسهم بما كسبوا أتريدون أو تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما أكفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن طولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجتبوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين سلون إلى قابلين مينكم ومينكم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون أخرين يريدون أن يأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفترة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ألقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث تتبتلوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا